مدار الأخبار في دقيقة ونصف أهلا بكم أحلت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية على النيابة العامة المختصة لدى محكمة الاستناف بالدار البيضاء ثمانية أشخاص من بينهم طبيب تجميل مشهور وزوجته وعدد من العاملين والمسؤولين بمصحته التجميلية الخاصة وذلك للاشتباه في تورطهم في قضية تتعلق بالاتجار بالبشر والنصب والاحتيال والتزوير واستعماله في فواتير تتعلق بتلقي العلاجات الطبية النيابة العامة قررت متابعة المتورطين بجناية الاتجار بالبشر عن طريق استدراج أشخاص واستغلال حالة ضعفهم وحاجتهم وهشاشتهم لغرض الاستغلال في القيام بأعمال إجرامية بواسطة عصابة إجرامية عن طريق التعدد والاعتياد وارتكابها ضد قاسرين دون سن التمانية عشر سنة ممن يعانون من المرض هذا وتمت إحالة خمسة أشخاص منهم في حالة اعتقال على السجن المحلي عكاش بالبيضاء أكد منسق المركز الوطني لعمليات الطوارئ العامة بوزارة الصحة والحماية للشماعية معادل مرابط يوم أمساً الوضع الوبائي بالمغرب لا يزال مستقراً ومتحكماً فيه وجلاً أن مستويات اليقضى لم يتم تجاوزها بعد الأندية الوطنية لكرة القدم تضمن تأهلها لعصبة الأبطال الإفريقية بعدما حسم الوداد الرياضي زعامة المجموعة الرابعة في دور أبطال إفريقيا وبالتالي تأهل إلى ربع نهائي في الصدارة عقب تغلبه على ضيفه بيترو أتليتيكو الأنغولي بنتيجة حاسمة فيما حسم الرجاء الرياضي صدرت المجموعة الثانية من منافسات دور المجموعات لدور أبطال إفريقيا لكرة القدم عقب فوزه على ضيفه وفاق ستيف بهدف دون رد من جهته بلغ فريق نهضة بركان ربع نهائي كأسة الكونفيدرالية الإفريقية لكرة القدم يوم أمس عقب فوزه على ضيفه أستيك ميموزا الإفواري بهدف للا شيء في المباراة التي جمعتهم على أرضية الملعب البلدي ببركان برسم الجولة السادسة من منافسات المجموعة الرابعة مجلس نواب يفتتح الدورة الرابعية يوم الجمعة ونواب مطالبين بجواز التلقيح ووزير الداخلية يكشف إغلاق عشرين مقهى تقدم النرجيلة بمدينة سلا ومخرج سلسلة تيراتي أسامة أسيدهم يكشف لمدار 21 أن الفد خاض تحديا كبيرا في هذه السلسلة للمزيد من التفاصيل والأخبار زوروا موقع الجريدة إلى اللقاء